موسيقى السلام عليكم في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الاعداد العشرية وشفنا ازاي يبقى عندنا كسر مثلا زي واحد على اربعة نحوله لعدد عشري وقلنا ان كنا محتاجين لعدد العشرية لان الواحد على اربعة في حد ذاته مش رقم او مش قيمة عددية هي علاقة بين عددين الواحد والاربعة او عملية قسمة واحد على اربعة وبالتالي كان لازم نعمل عملية القسمة نشتغلها علشان يطلع الناتج والناتج ده هو القيمة العددية واتفقنا ان هنستخدم القواعد العامة بتاعت المنظام العددي بتاعنا اللي هي من احد القواعد دي اللي هي ان هو كان وبالتالي قلنا طالما بنستخدم البيستين او مضاعفات العشر عشان نكبر من الواحد للقيم الكبيرة فبرضو هنستخدم البيستين في ان احنا نقسم الواحد على العشرة ومضاعفاتها عشان ننزل على القيم الصغيرة اللي هي اصغر من الواحد المنظر اللي عملناه في الفيديو اللي فات كان على خط الاعداد ومسكة الخط الاعداد قاعدة نقسمه العشر اجزاء ونحاول ندور على القيمة بتاعت الكسر لو ما لانهاش في اي جزء من العشر اجزاء بنمسك كل جزء من عشر اجزاء ونقسمه تاني لعشر اجزاء وهكذا وهكذا لغاية ما نوصل للنقطة اللي عندها اه يعتبر قيمة العددية بتاعت الكاسر. طبعا ماثماتيكلي كلام ده مش اه مش عملي فلازم نشوف طريقة ميكانيكل اه نشتغل بها الكلام ده. اه وده اللي هنعمله في الفيديو ده. فيديو بسيط فيديو بسيط مفهوش اه يعني مفهوش نظريات كتير هو بس يعني اه شغل براكتس. لو مسكنا نفس المثال اللي اشتغلنا في المرة الفاترة وقلنا عندنا واحد على اربعة. وعايزين نشوف القيمة العددية بتاعتها. قلنا واحد اربعة دي هي عملية قسمة في الاول في الاخر. بنكتب عملية القسمة بالشكل ده. واحد على اربعة. لو تفتكر في الفيديو اللي فات ابو الخطوة عملناها ان احنا مسكنا الواحد اسمناها العشر اجزاء. وبتالي فبدل ما هيكون عندنا واحد هيكون عندنا عشر اجزاء. بس في الحالة دي اول ما نحط الصفر هنا علشان اقول ان الواحد باع عشرة لازم احط العلامة العشرية فوق. ممكن احط الصفر ده او ما نحطوش بس يعني اه للتوضيح. يفضل تحضل. ليه انا عملت كده? لان انا هنا عارف اني النتيجة اصغر من الواحد. مجرد محطط الصفر هنا يعني اسمت الواحد العشر اجزاء لان كانت الواحد اصغر من الاربعة وبتالي فالنتيجة لازم تكون اصغر من الواحد وبتالي انا بتدي حط العلامة العشرية واشتغل في اتجاه اليمين. عشرة على اربعة دي عملت قسمة عادية. عشرة على اربعة فيها اتنين. اتنين في اربعة بتمانية. الباقي اتنين. اتنين على اربعة ما تنفعش برضو ده ان الاتنين صغيرة وبالتالي فلازم نقسم الاتنين دي لعشر اجزاء دي التقسيمة التانية بتاعة العشرة يعني علشان نشوف الكلام ده حط على خط الاعداد لو حبينا نحطه علشان بس انه فشايفين المنظر كان شغال ازاي لما كنا قسمنا من الصفر للواحد وانا عايز اقسم الواحد ده على الاربعة فما ينفعش فقسمت الواحد ده لعشرة دي العشرة دي فدي عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة فالعشرة اجزاء على الاربعة اتنين فده هنا اللي هي اتنين من عشرة النقطة دي هي الاتنين دي وبعد كده قلنا ان اتنين فاربعة توديني عند التمانية تمانية من عشرة اللي هي النقطة دي اللي هي دي التمانية دي بس تبقى عندي كام بقى عندي الواحد ده والواحد ده اللي هما الاتنين دي يوبا بالتاني انا لازم امسك الاتنين دي راخر اقسمها لي عشر اجزاء. انها افترض دي عشر اجزاء ودول عشر اجزاء. وبالتالي فانا بقى عندي كام هنا عشرين جزء. اللي هي الخطوة دي. عشرين على اربعة في ها خمسة. معنى كده ان انا بقول عندي من العشرين جزء اللي قدامي دول في الخطوطين دول. في خمس. خمس نقاط ممكن اخدهم يمثلولي القسمة بتاعتها عشرين على اربعة. طيب اربعة في خمسة او خمسة في اربعة بعشرين. يبقى كده خلصت المسألة لان ما فيش بقى. يبقى بالتالي بقى النتيجة بتاعتي جزئين من عشرة. وخمس اجزاء من المية. طبعا نح ممكن ناخد الجزء ده نحطه هنا نشتغل عليه هنا. يعني مش هتفرق. بس اتنين من عشرة وخمسة من مية اللي هي النقطة دي. الاتنين من عشرة دي كنا ممكن نقول عليها عشرين من عشرة. اه عشرين من مية. هو لان انا في الخطوة التانية ابتدي تقسم لما مية. هو لمية. وطلع عندي عشرين من مية. وخمسة من مية يعني انتيجة كلها تبقى خمسة عشرين من مية. ده كان مسال سريع. اه ممكن ممكن نشوف حتى نشوف مسال غيره. مسلا لو قلنا بدل الواحد على بعضة. خلينا نقول. اه اتنين على خمسة. هنعمل المسال ده برضو بشكل سريع يعني عشان اه ناكد بس على المفهوم. اه حتى المسال ده اعتبر اسهل كمان من المسال ده. يعني لو قلنا اتنين على على خمسة. دي خمسة. نفس نظام اتنين اصغر من خمسة يبقى لازم نضرف عشرة. اه ونبتدي نحط العلامة العشرية. عشرين على الخمسة فيها اربعة اربعة في خمسة بعشرين. دي عملية طرح. يبقى خلاص النتيجة هنا مباشرة هي زيرو بوين فور او اربعة من عشرة وخلصت المسألة على كان. طيب اه لو حبينا ندي مثال تاني مختلف سنة صغيرة عن المسالين اللي احنا اشتغلناهم دول اللي هو مسلا نقول اه سبعة على اتنين. سبعة على اتنين السبعة اكبر من الاتنين. يبقى معنا كده مبدئيا كده انا عارف ان هيطلع عندي في النتيجة عدد صحيح. طيب خلان نحطها كده ونشوف سبعة على اتنين. سبعة على اتنين فيها تلاتة. دي ما فيهاش مشكلة. اتنين في تلاتة بستة. الباقي واحد. الواحد بقى هو اللي اصغر من اتنين وبالتالي لازم اقسم الواحد لعشرة اجزاء. عشرة على الاتنين فيها الخمسة. بس خلابا لو كان اول ما حطت الصفر هنا كان لازم على طول او ان جاء حاطة العلمة عشرية دي قبل حتى ما اعمل عملية القسم. عشرة على الاتنين فيها الخمسة. اتنين في خمسة وعشرة. ما تطرح يبقى خلصة العملية اه عملية القسمة والنتيجة عندي تبقى او اه تلاتة وخمسة من عشرة او تلاتة ونص. الفيديو اللي جاي هيوم عندنا نفس الموضوع هنفضل في الأعداد العشرية بس هناخد أمثلة من نوع مختلف شوية أشوفك الفيديو اللي جاي إن شاء الله سلام عليكم